هذا وأكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام أكد أن مملكة البحرين تمضي قدما نحو التمييز الحقوقي وتواصل مسيرتها وأنجازتها المباركة في المجالات كافة وفي المقدمة منها حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وباهتمام وعمل متواصل بروح فريق البحرين الواحد بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وفي إطار التعقيب على مشاركة وفد البحرين في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف شدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن مملكة البحرين خطط خطوات كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية وترجمة الاستراتيجيات الحقوقية وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع مؤكدا أن البحرين لطالما أولت أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع وأشاد سعادة وزير شؤون الإعلام بما تضمنه التقرير الوطني الرابع من شمولية وتفصيل في عرض المنجزات الوطنية مضيفا أن مملكة البحرين كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي ووفرت أحدث التكنولوجيات في مجال الإعلام والاتصال ما عزز من مركزها المتقدم بين دول المنطقة والعالم وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين تراعي تنفيذ التزاماتها الدولية التي صادقت عليها بما ينسجم مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها البحرين كواحة للإنسانية ومنارة للتعايش وبلد الأمن والأمان التي تحفظ كرامة البشر وتصون حقوقهم دون تمييز